الراجل علاقته باتحاد الكرة المصري هي علاقة مش سيئة ومش عظيمة هي في حتة كده ضبابية شوية هتقول لي ليه بتقول كده هقولك انه الراجل ده كتير بيطلب طلبات من اتحاد الكرة قليل منها بيتنفذ كثير منها طبعا كان بقولك من الكواليس يعني هي ممكن تبقى حاجات بص صغيرة جدا جدا يا مثلا هقولك مش صغيرة جدا اللي هو ملهاش لازمة لا هي ليه لازمة بس مش الحاجة اللي هتمشي مدرب بس التراكم بتاعها يدايق يا مثلا انا عايز اعدل لقيحة مكافئة اللعبين استنى شوية والله انا عايز اغير الفندق بتاعي استنى شوية والله انا عايز انتظام في الدوري مش عارفين والله انا عايز معسكرات مش هينف مثلا حاجات يعني ايه ورا بعضها ممكن تدايق بس هو مرتاح وعلى الاقل هوا معنا لحد كاسلوا امام الافريقية بسبب طلوع من اتحاد الكورة احنا معنا مدرب فعلا كبير جدا جدا فمحتاجين نوفر له سبل الراحة علشان ناخد منه اقصى ما عنده ونبكي عليه هتقول يعني ايه نبكي عليه هقولك روي فيتوريا مدرب مطلوب دائما على مستوى الاندية تحديدا وحتى على المنتخبات على مستوى المنتخبات بعد تدريبه المنتخب مصر كاول تجربة للمنتخبات وانه يققى مطلوب في المنتخبات كمان فنبكي عليه هتقول لي ما وفيه عقد دارب عسين هقولك العقد مش الحكاية والدليل النهاردة النهاردة في تصريحاته بيقول لو ما بقتش ممسوط همشي فمش العقد اللي هيوقف اي حد فيش روط جزائيه وفي تفاصيل كثيرة بينفع يعدي بيها اي حد عايز يتحرك نخلي العلاقة زكية انا بص انا تاني اهو انا مبتلكش ان فيه مشكلة بين بيتوريا واتحاد الكورة انا بقول العلاقة مش رومانسية مش علاقة عظيمة مش علاقة جميلة مش علاقة مليانة احلام وحاجات لطيفة بس هي يعني محتاجة تتزبط عشان الراجل ده مهم مهم المشروع الكورة المصرية مش بس المنتخب مصر قال كمان جزئية مهمة جدا انا عايز وقف عندها فكرة ازاي نقرر محمد صلاح انه لازم طلع لعيبة في سنه صغير وده احنا طبعا بنصرخ فيه من نادي بيه بأنه 30 سنة عادي وبنقول نطلع لعيبة صغيرة فيش لعيبة هيطلع يحترفه عنده 25-26 في نادي كبير بكبيره هيطلع في نادي خليجي او نادي في دوري اوروبي مش كبير لكنه هو صغير هيتحرك هيروح في كزا نادي لحد ما يوصل للنادي الكبير في اوروبا او في دوري كبير في اوروبا ده نقطة مهمة جدا وقال تحديدا 17 سنة انا رأي برضو ان الرقم ده كويس ان حتى 20 سنة هيطبعا يودي نادي كبير بس 17 سنة دي اللي هو هيروح بقى يتعلم من اولها وقال كمان انه لازم نهتم بالتعليم تعليم العادي بالنسبة للعابين عشان يبقوا المنتاليتي او العقلية تؤهلوا انه يقدر يسافر في اوروبا ويلعفاندية كبيرة نقطة مهمة جدا انه قفت عند دول تحديدا يعني